اهلا بحضراتكم في هذه التغطية ضمن المخططة الاستراتيجية لتطوير مدينة الغردقة السياحية تم تشييد اكبر منطقة خدمات متكملة لبيع الاسماك وده علشان يتم تحسين الصورة الدهنية والبصرية للمدينة السياحية وكمان لتكون تجربة جديدة للوفود السياحية اللي بتزور حلقة السمك القديمة ضمن الرحلات السياحية للغردقة الحقيقة انه بدأت اعمال التطوير بحلقة سمك الغردقة في يناير من العام الجاري حيث تم نقل تجار الاسماك من مكان الحلقة وانشاء حلقة مؤقتة لبيع الاسماك لحين الانتهاء من اعمال التطوير والتي استغرقت مدة عام تقريبا وباشراف من جهاز الاسكان والتعمير وتنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة بلغة 30 مليون جنيه وعلى مساحة 6379 متر مربع محافظة البحر الأحمر اللواء عمر حنفي افتتح حلقة السمك الجديدة بعد الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد بها والذي اكد خلال الافتتاح ان حلقة السمك الجديدة تمت فيها اعمال التطوير لتحسين الصورة الدهنية للمدينة السياحية واستقبال الضيوف بشكل حضري وده بتوجهات من القيادة السياسية لابراز جمال المدينة وتحسين الصورة الدهنية لها ايضا محافظة البحر الأحمر اوضح خلال افتتاح حلقة السمك ان عمليات التطوير جاءت لتقديم خدمات جميع الخدمات اللوجستية داخلها كما ان عمليات التطوير تمت على اعلى مستوى وبكفاءة عالمية لتناسب طبيعة المنطقة وخاصة لموقعها المتميز بين مارينة الغردقة السياحي ومسجد الميناء الكبير الحقيقة ان محافظة البحر الأحمر كشف ان اعمال التطوير شاملت انشاء منطقة خدمات كاملة داخل حلقة السمك وده لتوفير الخدمة الكاملة للمواطنين الوفدين عليها مثل محال بيع الخضروات وافران للأسماك ومحال لتنظيفها وتزويدها بكل الامكانات والخدمات اللوجستية بالاضافة طبعا الى منطقة انتظار للسيارات وتجهيز اماكن لتناول الطعام داخل هذه الحلقة كما ان تلك الحلقة يزورها عدد كبير من السياح ضمن الرحلات السياحية التي تستقبلها الحلقة يوميا وذلك لمشاهدة الاسماك المختلفة التي يتم استياضها من البحر الأحمر خلينا اقول لحضراتكم ان حلقة السمك الجديدة بتضم انظمة حديثة في صرف المياه والانظمة الخاصة بالحريق والتبريد كما تتميز بوجود دورة منظمة لعملية التوريد وبيع الاسماك وطهيها بالاضافة الى تزويدها بأعلى معايير الامن والسلامة كما تضم اربع وخمسين شادر بمساحة اتناشر متر لكل منهم وتسع محلات ايضا بمساحة عشرين متر لكل منهم وايضا مصنع ثلج وغرفة ثلاجات ومكاتب ادارية ودورات مياه وتعود اهمية حلقة السمك الجديدة لانها ضمن المناطق السياحية التي تروج لها شركات السياح طبعا في اماكن بارزة في الغردقة بيحب السياح زيارتها وعلى رأسها زيارة منطقة الميناء التي تبدأ بمسجد الميناء الذي يعتبر اهم مزار سياحي اسلامي ثم حلقة سمك الغردقة التي يصل اليها المئات يوميا من السياح لمشاهدة الاسماك والتعرف على ثقافة اهل المدينة التي كانت تعتمد اعتماد كله على الصيد وبيع الاسماك قبل السياح كما ان اغلب السياح الذين يقومون بزيارة حلقة السمك ضمن جولة البلد اليومية يقومون بشراء الاسماك وتجهزها داخل هذه الحلقة ومع افتتاح الحلقة الجديدة وتوفير اماكن لتناول الطعام والشوي ومطابخ للتجهيز ستكون بطريق افضل واسرع في اعمال الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن والساعة مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم